اشتركوا في القناة ومن بين هذه الطرق تمثيل لويس الذي يطلق عليه اسم التمثيل النقطي لنتعرف الى الطريقة التي يتم فيها تمثيل لويس للعناصر ننفذ نشاط ثلاثة ألف وتلاتبة وتلاتة جيم نبدأ بالنشاط الأول وهو ثلاثة ألف تمثيل لويس للعناصر والآيونات حنلاحظ أنه عندنا تمثيل لويس للعناصر والآيونات عندنا تمثيل لويس للمركبات الآيونية وأيضا جيم تمثيل لويس للروابط التساهمية حنبدأ بالنوع الأول وهو الأساس اللي هو تمثيل لويس للعناصر والآيونات أدرس الشكل أدناه ثم أجيبي عن الأسئلة التي تليه نشوف مع بعض الشكل معطينه عنصر السوديوم وعنصر الكلور نبدأ بداية مع عنصر السوديوم أعطينه عنصر السوديوم توزيعه الإلكتروني اتنين تمانية واحد هذا التمثيل العادي يتم تمثيله بطريقة لويس عن طريق كتابة رمز العنصر الكيميائي بهذا الشكل ووضع نقاط بعدد إلكترونات المدار الأخير أكم إلكترون عندي في المدار الأخير؟ إلكترون واحد إذن بحط أنا إلكترون واحد على الأن وبتكون هذه تمثيل لويس لعنصر السوديوم زي ما هو واضح عندي بالشكل إذن بلاحظ من التمثيل أنه تمثيل لويس يختص فقط بإلكترونات المدار الأخير إذن نكمل نشوف الآن لعنصر الكلور كيف يتم تمثيله؟ عنصر الكلور سي أل سبعة عشر أنا أبدأ وضع توزيع إلكتروني ثنين تمانية سبعة يعني أكم إلكترون عندي في المدار الأخير عدد إلكترونات المدار الأخير عندي سبع إلكترونات السبع إلكترونات هذه اللي همثلها هكتب رمز العنصر الكيميائي نحط سبع نقاط تنتين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة طبعاً هيكون حواليها سبع نقاط إذن يمثل تمثيل لويس للعناصر بكتابة رمز العنصر الكيميائي ووضع نقاط بعدد إلكترونات المدار الأخير لكن الشق الثاني من الجدول الذي يشرح عنا اللي هو أيون السوديوم وأيون الكلور طريقة تمثيله تختلف فطريقة تمثيل الأيون الموجب مثل أيون السوديوم تكتب رمز العنصر أو يكتب رمز العنصر ووضع إشارة موجب مع كمية الشحنة الموجب طبعاً أعلى الرمز ولا توضع أي نقطة أما تمثيل الأيون السالب اللي هو أيون الكلور اللي توزيع الإلكترون حيصير اثنين تمانية تمانية ليش اثنين تمانية تمانية هنحط طليل لأنه هو أصلاً اثنين تمانية سبعة ولما انكسب إلكترون اكتسب إلكترون وتحول لأيون سالب اكتمل عنده المدار الأخير يمثل الأيون السالب كالآتي كتابة رمز العنصر الكيميائي وضع إلكترونات المدار الأخير جديش تمانية بدي أحط تمن نقطة اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة ستة سبعة تمانية بعد ذلك وضع أقواس بدي أحط أقواس ووضع إشارة السالب في الأعلى إذن كتابة رمز العنصر وضع نقاط بعدد إلكترونات المدار الأخير وضع أقواس ووضع إشارة سالب في الأعلى ومقدار الشحنة السالبة يعني قديش هو اكتسب من هذه الإلكترونات الآن نجيب عن الأسئلة الواردة كم عدد إلكترونات التكافؤ لكل من ذرتين السوديوم والكلور؟ عدد إلكترونات التكافؤ للسوديوم طبعاً كديش؟ واحد هي زي ما هو واضح عندي هان ولا الكلور؟ سبعة السؤال الثاني كيف تم تمثيل لويس لكل من ذرتين السوديوم والكلور؟ تم تمثيل لويس بكتابة رمز العنصر الكيميائي ووضع نقاط بعدد إلكترونات المدار الأخير السؤال الثالث كم عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير لكل من أن موجب وسيء السالب؟ لأيون السوديوم وأيون الكلور طبعاً عدد إلكترونات المدار الأخير تمانية أربعة كيف تم تمثيل لويس لكل من آيون السوديوم وأيون الكلور؟ لأيون السوديوم الموجب كتابة رمز العنصر الكيميائي ووضع إشارة موجب مع كمية الشحنة في الأعلى أما أيون الكلور السالب كتابة رمز العنصر الكيميائي ووضع نقاط بعدد إلكترونات المدار الأخير اللي هي تمانية وضع أقواس بعد ذلك ثم وضع الشحنة السالبة في الأعلى مع كمية الشحنة يعني سالب واحد أو سالب اثنين السؤال الخامس ماذا تعني إشارة موجب وأشارة سالب على العنصر؟ إشارة موجب تعني أيون موجب أي أن العنصر فقد إلكترونات إشارة سالب على العنصر تعني أيون سالب أي أن الذرة فقط اكتسبت إلكترونات السؤال السادس أكتب بلغتك الخاصة توضيحا لمفهوم تمثيل لويس التمثيل النقطي لكل من العناصر وأيوناتها التمثيل النقطي له التمثيل لويس للعناصر هو عبارة عن أحد طرق تمثيل إلكترونات التكافؤ في العناصر وتتم في العناصر بكتابة رمز العنصر الكيميائي ووضع عدد إلكترونات المدار الأخير على شكل نقاط أما في الآيونات في الآيون الموجب كتابة رمز العنصر الكيميائي ووضع إشارة موجب ومقدار الشحنة في الأعلى وفي الآيون السالب كتابة رمز العنصر الكيميائي ثم وضع نقاط بعدد إلكترولات المدار الأخير ووضع أقواس ثم إشارة سالب في الأعلى نيجي الآن للسؤال السؤال عندي يقول أرسم تمثيل لويس لكل من F9 F سالب 1 Mg 12 Mg موجب 2 نبدأ في الأول اللي هو F9 F9 هو عنصر الفلور عنصر الفلور زي ما احنا عارفين هذا عنصر كيف يمثل العنصر بكتابة رمز العنصر طبعا قبل هيك بدأوزع توزيع إلكتروني عشان أقدر أعرف قديش عدد إلكترونات المدار الأخير بعد ذلك كتابة رمز العنصر وضع نقاط بعدد إلكترونات المدار الأخير هاي 1 2 3 4 5 6 وهي 7 بهذا الشكل نيشي F9 ويكون حطط لي فوقه شحنة سالب واحد بفهم إنه هذا آيون بدأمثل تمثيل آيون كيف يمثل الآيون السالب زي ما حكينا كتابة رمز العنصر وضع نقاط بعدد إلكترونات المدار الأخير اللي هي 8 ثم وضع أقواس وإشارة سالب في الأعلى طيب نشوف الآن تمثيل الأم جي الأم جي 12 لما نأوزعه توزيع إلكتروني 2 8 8 2 8 2 عفوا 2 8 2 لأنه المجموع كله 12 إلكترون بدأمثل أنا إلكترونات المدار الأخير إذن حقول أم جي هيكون عليها إيش نقطتين في الأعلى فقط طيب لما بدأمثل أنا الآيون الموجب أم جي موجب 2 وهنا رقم 12 هذا توزيع الإلكتروني 2 8 فقط إذن بكتابة رمز العنصر ووضع إشارة موجب في الأعلى مع مقدار الشحنة طيب الآن بقول لي يتم تمثيل لوس للعناصر وآيوناتها بوضع عدد من النقط حول رمز العنصر أو الآيون بعدد إلكترونات المستوى الأخير وفي حالة الآيون السالب يوضع الآيون بعد تمثيله بين أقواس وتكتب مقدار الشحنة السالبة عليه هنا عنا سؤال لماذا يتم تمثيل لوس للآيون الموجب بوضع رمز العنصر وإقدار الشحن عليه دون نقاط عنا بس الآيون الموجب أنا ما حططلوش نقاط نهائيا ليش؟ لأن المدار الأخير فارغ من الإلكترونات في الآيون الموجب يعني مثلاً الأم جي الأم جي لما انتحولت لآيون الموجب صارت اثنين تمانية المدار الأخير اللي كان فيه اثنين هذا ماله فارغ من الإلكترونات وتمثيل لوس يختص بتمثيل إلكترونات المدار الأخير لكن في الآيون الموجب بلد أن المدار الأخير ماله فارغ ولا يحتوي على أي إلكترونات لأنه إيش؟ فقد جميع إلكترونات المدار الأخير طيب نيجي الآن له طبعاً السؤال أجبنا عليه تمثيل لوس للمركبات الآيونية والتساهمية إن شاء الله في الحصة القادمة سنتعرض لتمثيل لوس للمركبات الآيونية والتساهمية انتظرون إن شاء الله في الحصة القادمة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته